كحال الكثير من الأسر النازحة والهاربة من موت الميليشيا يعيش الحاج محمد وأسرته الكبيرة في هذه البيوت الآيلة للسقوط وكأي نازح هجرته الميليشيا من أرضه ومسقط رأسه ترك كل أشيائه في البعيد وإلى هنا شاء النزوح أن يستقر به وصغاره في ظروف إنسانية صعبة لم يكن يتوقعها كما يقول الظروف التي أجبرتنا إلى هناك وصلنا هنا وصدمنا بها نفسها نفس الظروف معي ثمانية هنا معي تتعا هناك والأحفاد الأسر الكامل يمكننا على 25 هاربون من جحيم الميليشيا وموتغ المبثوث في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها إلى فصول النزوح ويومياته القاسية والأكثر وجعا في مناطق الشرعية تختلف صور وأشكال التهيير الجماعي الذي أورثه الانقلاب في عموم البلاد هكذا تقول الشواهد الماثلة والصور لكن معادلة التشضي والحرمان واحدة ظروفنا ومعيشتنا للغاية الصعبة صعبة صعبة جدا حتى أن بعض الأحيان إلى 6 هيام 7 هيام بدون أكل مما يدفع الأسره إلى مرض جماعي ألاف النازحين صغارا وكبارا فروا من موت البليشيا وإلى هنا كان لكم أن يكتووا بنيران المعيشة وجفاف يوميات الحرب الموجعة التي ترويها أوجه النزوع في تجمعات سكانية متفرقة من محافظة الجوف ليس هذا فحسب بل يزيد عن ذلك الغياب الفعلي لدور المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالإنسان وعدم وصولها إلى هذه التجمعات المكتضة بالنازحين الأطفال على وجه الخصوص وتلمس حاجاتهم وما يعانونه من حرمان وضياع في هكذا أوضاع إنسانية بالغة التعقيد علي الجرادي قناة بلقيس الجوف